بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا متابعين يا رب تكونوا كويسين بخير وبصحة قيدة معكم من الصفاء قناة يوتيوك اللي بيسمعني الاول مرة وعاجب الفيديو مينساش اشترك وفعل القرس حاب عرفكم في قناة ثانية اسمع يوتيوك معرفة يمكنكم وصولوا لي عن طريق فتح قناة يوتيوك اه افتحوا قناة يوتيوك هذه القناة انذل تحت تحت الفيديوهات في الاسفل هتجدوا القناة الثانية اسمع يوتيوك معرفة اضغطوا عليها تظهر لكم نتجد القناتين بنزل فيهم موضوعات تعبير وضعيات ادماجية اشتركوا في القناتين وفعلوا قرس في القناتين كيصل كل محتوى القناتين ان شاء الله بازن الله اليوم وضعية ادماجية عن السيرة النبوية اه هذكر فتح مكة احداث فتح مكة او اه ثم حجة الوداع ثم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الوضعية في حدود خمسة عشر سطرا او سبعة سبعة عشر سطرا يعني لو خطك صغير ممكن يصل اه يصل خمسة عشر سطرا اما اذا خطك كبير اه ممكن الوضعية تصل الى سبعة عشر سطرا فانتا تحاول تكون زكي وصغر خطك اه كي تصل الوضعية اه اه الى خمسة عشر سطرا لو اذا تريدها خمسة عشر سطرا تمام هذه الوضعية طبعا بناء احد احد المتابعين طلب مني هذه الوضعية يا رب تعجب وتعجب كل اللي بيسمعني اه المقدمة اترك بياط هناك العديد من الاحداث التي مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم اه ممكن نضيف الاحداث الكبرى هناك العديد من الاحداث الكبرى التي مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم من بداية فتح مكة حتى مماته او وثاته فما هي وما العبر المستفادة منها او ممكن نقول وما نتائجها وما نتائجها اه المقدمة كده سطرين لمح عن الموضوع ادخل كده على العرض اترك بياط مثل المقدمة اه الوضعية لو لو طلوا منك فقرة وليست وضعية اه ممكن نبدأ من هنا لو فقرة ممكن نبدأ من هنا من اول قرر الرسول ونحزف هذان السطران من المقدمة اه كي تقل عدد سطر الوضعية نبدأ من هنا لو كانت فقرة تمام اما اذا كانت مقدمة اه وضعية يعني مقدمة وعرض وخاتمة يبقى هنكتب المقدمة اللي هم هذان السطران اه ادخل كده على العرض قرر الرسول صلى الله عليه وسلم بفتح مكة اه ثانة اه ثماني هجريا عندما تأكد بناقض قريش للصلح فقسم جيشه الذين هم كانوا عشرة الاف مسلم الى اربع فرق واستسلمت قريش ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم متواضعا ثم قام بتطهير البيت الحرام وهدم الاصنام وشارك في كسرها وهو يقول بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا واطلق صراح كفار قريش وقال لهم اذهبوا فعنتم الطلقاء اذهبوا فعنتم الطلقاء وبعد ذلك اقبل الناس على دين الله ممكن نضيف افواجا وبعد ذلك اقبل الناس على دين الله افواجا ومن بينهم قبال شبه جزيرة العرب انتهيت من فتح مكة هدخل كده على حجة الودع بعد فتح مكة خرج الرسول صلى الله عليه وسلم متوجها الى الحج في الخمس الاواخر من شهر زي القعدة سنة عشر هجرين بعد ان فرضه الله واذن في الناس فخرجوا معه كثيرون فالقى خطبة الوداع عليهم فالقى خطبة الوداع عليهم وتعلموا منه مناسك الحج وعند رجوعه استعد لقتال وعند رجوعه استعد لقتال نكمل الروم ولكنه شعر بالمرض كده هنتكلم عن الوفاء بدأ المرض والوفاء ولكنه شعر بالمرض وطلب من ابو بكر رضي الله عنه ان يؤم بالناس ولحق بالرفيق الاعلى وصلوا عليه الجميع فرادي ولم يؤمهم احد سنة يعني في عام الثاني عشر من ربيع الاول سنة 11 هجرين أضع نقطة كده انتهيت من العرض أدخل كده على الخاتمة أترك بياض توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وعمره 63 عاما 63 عاما ودفن في المكان الذي توفى فيه وهو بيت عائشة رضي الله عنه بعد ان ادى الامانة وبلغ الرسالة ونصح الامة انتهيت أضع نقطة أنا حاولت بقدر الامكان ان انا ألخص فئة الوضعية يعني اكتب بالمختصر يعني واكتب المهمة الاحداث المهمة يا رب تعجبكم ما تكونوش طويلة عليكم تحاولوا انتوا تلخصوا منها وممكن تصغروا خطكم أنا وضع خط ممكن وضع خط تحت الجمل او العبارات اللي ليست مهمة ممكن تحزفوها من الوضعية حتى تقل عدد الصدور الوضعية لا تنسوا لايك والكومنت الحلو للقناة وعلشان ننزل المزيد ان شاء الله والافضل كل تطلبوه انزله لكم اشكركم على الحسن الاستماع والى اللقاء مع موضوع التعبير اخرى ووضعيات ادماجية كانت معكم مصطفى قناة يوتيوب اراكم في الفيديوهات القادمة ان شاء الله اترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة